أفادت المهمة الأوروبية في البحر الأحمر اسبيتس عن اكتشاف حرائق في عدة مواقع على السطح الرئيسي للسفينة النفطية سونيون التي هاجمها الحوطيون الأسبوع الماضي وأضافت المهمة الأوروبية بأنه لا يوجد تسرب نفطية من السفينة وهي لا تزال راسية ولا تنجرف مجددة التأكيد على أن السفينة تشكل خطرا بلاحيا وتهديدا وشيكا للتلوث الإقليمي مشيرة إلى أن القوات البحرية الأوروبية تقوم بتنسيق مع السلطات الأوروبية بتقييم الوضع وتقف على هبة الاستعداد لتسهيل أي مسارات عمل وقائية لتجنب أزمة بيئية كارثية هذا وقال البونتاجون بأن الناقل سونيون يتسرب منها النفط الآن على ما يبدو وذكر أن طرفا ثالثا حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في إنقاذ سونيون لكن الحوثيين هددوا بمهاجمتهما بما أفادت الهيئة البحرية البريطانية أن السفينة لا تزال تطفو ومعتقدة بأنها تنجرف نحو موقع آخر ترجمة نانسي قنقر